هكذا يقضي خالد جل واقتراحته بعد عودته من عمله الشاق يلاحق قطرات المياه الصالحة للشرب لسد احتياجات عائلته يعينه على ذلك مضخة للبياه أصبحت خيار الغالبية العظمى من سكان العاصمة التي وصل عدد سكانها إلى 16 مليون رسمة حسب إحصاءات رسمية هذا ضيم مو صيف هذا المي مع العراق هذا ميد جلول فرات هيت يوصل للعوائل هيت يوصل للبيوت ومشغلين مع طور تقول أمانة وغداد إن المشكلة تكمن في التجاوز على شبكات توزيع المياه مضافا إليها أزمة الجفاف التي تسببت بخفض مناسيب المياه السطحية إلى مستويات حرجة وتخصص الأمانة 200 متر مكعب يوميا من المياه الصالحة للشرب للعائلة المكونة من أربعة أشخاص لكن التجاوز يرفع هذه الكمية إلى الضعف ما دفع أمانة العاصمة إلى فرض غرامات مالية على المتجاوزين أمانة بغداد حددت لغسلون السيارات في المحطات الغسل العشوائية والتي تجاوزون على شبكة المياه الغرامة فورية مليون دينار عراقي والعلاقات والإعلام أشرفت بنشر إعلاناتها في منطقة شرق الخنات وفي غربي بغداد وعدد من المواطنين دفعوا هذه الغرامات والبعض الآخر ما زال مستمر بعملية التجاوز على شبكة المياه يحذر الخبراء من أزمة مياه غير مسبوقة وتصريحات وزارة الموارد المائية تؤكد أن خزين العراق المائي لهذا العام هو الأسوأ منذ ثلاثينيات القرن الماضي يعود الأمر إلى ارتفاع معدلات التبخر جراء الاحتباس الحراري والتجاوز على حصة العراق المائية القادمة من إيران وتركيا إذا حطينا هذه التصريحات على أرض الواقع اليوم حقيقة موقف خطير جدا الخزين ما أنه قليل متدني قد يكون 10 مليار متر مكعب أو 11 مليار متر مكعب وهذا خزين ضعيف جدا استفاد العراق جزئيا من أمطار موسم الشتاء الماضي حيث بلغت الكميات المتساقطة للفترة ما بين كانون الأول ديسمبر ونيسان أبريل الماضيين قرابة 7 مليارات متر مكعب حسب أرقام الرسمية خزين منها أقل من مليارين متر مكعب فيما استخدم المتبقي في ريات الموسم الزراعي الشتوي وتعزيز الأهوار ودفع اللسان الملحي إضافة إلى حقن الآبار النفطية يوسف الحسيني الحراء أربيل ترجمة نانسي قنقر